قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إنه في ضوء تطورات الأخيرة والتوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء في دول الخليج تؤكد الكويت على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد بالحوار بين الأشقاء الخالد أضاف أن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية وتطلع الخالد بأن تحقق مساعي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الخيرة الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب التوتر في العلاقات الأخوية مؤكدا استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار